الحذر مستمر والحرص مستمر من كل الأجهزة وأبداً أبداً لا تغمض عين لا تغمض عين ولا جفن اوقعوا اوقعوا وتتطمنوا وتقولوا لا لا ما فيش اطمئنان أبداً غير أن احنا دايماً عينينا منتبهين لكل حاجة ومعنا أبناء سيناء أهلنا ينتبهوا معنا ما تسكتوش على حد لما ما قدرناش نعمل قبل كده في 2006 و 7 و 8 و 9 و 10 اتعامل لما سكتنا لما سكتنا شفتوا اللي حصل فينا ايه ما تسكتش والنهاردة انك تتعاون في انك انت تقول خلي بالكم الابننا ده متلغبط احنا مش حنضيعه لا بالعكس حنحاول نشوف حل معاه نعالجه نفهمه كده لكن ما نسكتش أبداً على حاجة زي كده لأن زي ما انتم شفتوا كده احنا عدنا عشر سنين يعني مش عايزين ننسى مش عايزين ننسى الايام المؤلمة اللي كانت بتمر علينا وانا اسف اني بقولها دلوقتي في يوم برضو جميل زي كده لكن ده مهم ان احنا نبقى دايماً متذكرين عشان ننتبه عشان نخلي بالنا اكتر عشان ده ما يكررش معانا تاني عشان ده لا يكرر معانا تاني لا هنا ولا في اي حطة في مصر لا هنا ولا في اي حطة في مصر التواصل مع الناس يا محمد مع شيخ القبائل ده ثقافة ده ثقافة يا محمد ثقافة بين القوات وبين الاهلين مش هنا في سيناء بس في المنطقة الغربية في المنطقة الجنوبية التواصل مع الاهالي والشيوخ والتعامل معهم بشكل مستمر ده ثقافة واطلوب انها تتنفذ على اعلى مستوى انا بتمنى لكم التوفيق وبشكركم على الجهد اللي انتو عملتوه ولسه قدامنا عمل كتير قول شكرا جزيلا